استشهد رجل وطفل بانفجار مقذوفات من مخلفات الحرب في حادثين منفصيلين بمحافظتي حجة وماربة وقال المرصد اليمني للألغام في تقرير له عن الخسائر البشرية من ضحايا انفجار الألغام والمتفجرات خلال الأيام الثلاثة الماضية إن مدنيا قتل بانفجار جسم حربي في مدرية عبس بمحافظة حجة فيما قتل طفل بانفجار قذيفة من مخلفات الحرب في مدرية رحبا بمحافظة ماربة ضمن حصيلة شملت سقوط سبعة قتلى وجرح جميعهم من الأطفال في حادثتين بمحافظة الحديدة غربي البلاد ومنذ مطلع العام الجاري تصاعدت أعداد ضحايا الألغام والمتفجرات في اليمن حيث قتل وأصيب العشارات في عدة محافظات يمنية وفقا لإحصاءات المرصد الوطني للألغام